تقول الصحيفة انتهت الحرب في الموصل لكن المأساة لم تنتهي بعد كما أن خسائر الحرب المدمرة ما زالت تتكشف إذ يقول المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن فرق دفاع المدني في الموصل انتشلت حديثا 40 جثة من تحت أنقاض الأحياء المدمرة غربية الموصل وفي المدينة القديمة خاصة وأن مئات الجثث ما زالت تحت الأنقاض بفعل الحرب وبالنسبة لإجمالي القتلى فقد بلغ نحو 40 ألف قتيل بين المدنيين وفق ما صرح به وزير الخارجي العراقي السابق هوشيار زيباري لصحيفة انديمندنت البريطانية حيث أشار إلى أن معظم القتلى سقطوا إما بنيران المدفعية العراقية أو بغارات التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا أما عن النازحين جراء الحرب فقد قدرت جهات دولية عددهم بنحو مليون نازح